اشتركوا في القناة الحامل والجنين في الشهر التاني ومستمرين على نفس القوة بإذن الله اللي ما شافش قال حلقة بتاع التغذية الحامل في الشهر الاول يعني يفضل ان هو يشوفها عشان احنا بنكمل حاجة بدانها طيب لو حابين نراجع كده سريعا اللي قولناه وهنقوله تاني تأكيدا للي ما شافش برضه على ان في فترة الحامل اول تلت شهور في حياة الانسان مهمة جدا اللي هي ايه اول تلت شهور مش اول تلت شهور لما يتولد لا ده اول تلت شهور لما كان جنين في بطن امه فبالتالي مهم جدا الاهتمام بالتغذية وعايزين نعرف حاجة ان الحامل لما بتغذي جنينها بتغذيها عن طريق ايه تغذيتها هي لان الغذاء بتاعها ده بيترجم ان الدم بتاعها بيبقى متوفر في العناصر الغذائية المطلوبة لنموه جيد ونموه سليم لهذا الجنين طيب تكلمنا الحالة اللي فاتت عن حمض الفلك واهميته ولسه مستمرين وحمض الفلك زي ما هو مستمر معاك لحد شهر التالت وبعض الاطباء ممكن يقولك كميلي عليه ده وفقا لوجهة نظر بعض الاطباء لبعض الحالات ولكن اهم حاجة ان احنا نكون مستمرين على المكمل الغذائي الذي يحتوي على حمض الفلك او فيتامين بي تسعة ليه قلنا مكمل غذائي لان مكمل غذائي لان فترة الحامل ممكن يكون احتياجك اكتر من اللي ممكن تحصلي عليه من الغذاء فيبقى ده جنبا الى ده مش بس ده فالمكمل الغذائي انت بحتاجة 400 ميكرو جرام من حمض الفلك في فترة الحامل وفي حالة التوام تبقى الجرع مضاعفة يعني ممكن تبقى 800 ميكرو جرام او حسب ما الطبيب يعني يقولك وتكلمنا ايضا ان الحاجات الاكل اللي بتاع ربنا سبحانه وتعالى اللي فيه حمض الفلك السبانخ العدسة البرتقال الكرومبي البيض الموز البنجر الفاصولية اللب السوري او بذور دوار الشمس المكسرات البروكلي كل ده قلناه كسريعا كده مراجعة للحلقة اللي فتت طيب اهم المغازية بقى فترة الشهر التاني تختلف ايه هتختلف ان فكرة بقى بداية الغسيان والقرفة هتبتدي تعلق واحدة هتقول لي انا مش غرفونة ومعنديش اي مشكلة يبقى الف مليون مبروك اوعد خافي اللي ما عندهاش احساس الغسيان والكلام ده في بعض الحوامل الحمد لله بقى بيحصل ده مش كده دول ما يقلقوش لحسن من واحدة مثلا تقولك انا يمكن يكون حمي مش مزبوط لا حملك مزبوط هو في بعض الحوامل محظوظين ما بيحسوش بهذا الامر ولكن في الغالب هتبتدي تحس بقى بقى بقرفة وغسيان فمش عايزة تاكله طيب ده هيأثر عليك طبعا سوء التغذية من احد اخطر الحاجات اللي بتؤثر سلبا على الجنين ولذلك دايما الدكتور بياخد باله كويس جدا فبيبقى كاتبلك على المكمل الغذائي بس ده مش كفاية زي ما قلنا لازم جبا من المهم ان تحصل الحامل في فترة حاملها في اليوم بتاحها على غذاء متنوع 50% كاربوهايدرات او نشويات بس النشويات النفعة هنتكلم ازاي و 35% من الدهون و 15% من البروتين دي التوليفة اللي يفترض تمشي عليها الحامل كتغذية سليمة طيب الكاربوهايدرات ده مش معناه ان احنا ناكل كاربوهايدرات عمال على بطال بدون فايدة يعني ايه يعني مثلا لمعلومات حضرتك البسلة البازلاء باللغة العربية دي فيها كاربوهايدرات عندنا الشفان فيه كاربوهايدرات طيب لما بنجي نتكلم عن الدهون الدهون غير المقصود بيها مثلا على سبيل المثال الزيت اللي بنقلي في البطاطس لا المكسرات فيها دهون فاكل الصحي هو ده اللي مطلوب من الحامل عشان تحافظ على حملها وتحافظ على جنيه خلينا نقول ان قصة القرفة بتخليكي شوية مش عايزة تكليه هتبدأي يومك ببسكوت مملح اول حاجة تكوني حطها كده جنب السرير بسكوت مملح هناخد واحدة بس او واحدتين دي شوية بتقلل موضوع الغسيان الصباحي يبقى اول حاجة ابدأ بك حاجة بسيطة كده شرب المياه على الريق هيزود الغسيان شرب المياه مهم بس مش عريق في الفترة دي طيب بس مطلوب من حضرتك برضو في نظامك الغذائي ان انت تبقي بتشربي مياه كفاية منتجات الالبان هتقولي لي بقى ما بحبش اللابر ما بحبش الحليب منتجات الالبان مهم عشان توفر لك الكالسيم اللي محتاجه جسمك واللي محتاجه من ثم ان يتوفر هذا العنصر في الدم عشان الجنيد بقى بيتطور هيبتدي يبني عظام وهيبتدي يمه فمحتاج ان يكون ده متوفر عندك فمنتجات الالبان هتوفره هو هياخد من الدم اللي عندك المتوفر طيب لو نفترض ان حضرتك قصرتي وحصل تقصير في الدم هينعكس هذلك على نموه بشكل سليم فمنتجات الالبان ما بتحبيش الحليب فيه عندك السمسم برضو بيحتوي على الكالسيم فيه حاجات تانية بتحتوي على الكالسيم الا ان هذه الفترة يعني انت مش مطالبة بكثير يعني مش مطالبة بمكامل غذائي يحتوي على الكالسيم لان الطلب عليه لسه صغنطوط شوية بس مهم ان احنا نتغذى على منتجات الالبان اللي ارفان منتجات الالبان من الحليب ما بتشربوش ممكن تاكل مهلبية رز بلبن بس قليل جدا من السكر ويا سلام لو ما فيش سكر ممكن يكون محلب العصر الابيض ضئيب افضل يبقى مش بالضرورة ان احنا ناخد اللبن في صورته او في الحليب بصورته اللي هي الحليب لا ممكن ناخده بصورة اخرى البروتين و لما بنتكلم عن البروتين عندي بروتين نباتي وبروتين حيواني مهم احصل على الاتنين البروتين هلاقيه في النباتات في البقوليات ولكن البروتين النباتي مش كامل الاركان فمهم احصل على البروتين ايضا من الجانب الحيواني من اللحوم الحمرة من الدواجن من الاسماك ومهم جدا طهي اللحوم بشكل جيد جدا في فترة الحم البيض نفس القصة وطبعا الخضروات والفواكه والفواكه لما تيجي تاخد الفواكه حاول تكل ثمرة الفاكهة ما تشربيش عصرها لان انت لما تشرب عصرها انت بتفقدي عنصر مهم جدا وهي الالياف وحاجات كتيرة بتفقديها لما بتعصر الفاكهة وبتستخلص السكر احنا مش عايزين مزيد من السكر مش عايزين نعرض نفسنا لمشاكل اخرى النشويال زي ما قلنا بقى ممكن نحصل عليها من الحبوب الكاملة من الخضروات اللي بتحتوي على الكرباد يبعدوا شوية بقى عن الرز والمكارونة عن مال على بطال مش عايزين زيادة في الوزن هل احنا بناكل لنفرين لا بلاش الفكرة دي يا سعاد تبش بيتاكل لنفرين طب هل امشي على رجيم لا برضو اللي ماشي على رجيم من قبل الحمل يريد تستشير طبيبها ويريد توقفه في فترة الحمل ما ينفعش ان انت تعمل رجيم لان انت مش لوحدك يعمل رجيم براحتك برا الحمل دخلت الحملة انت مسؤولة عن حد تاني جوه احشائك طيب في فترة الشهر التاني برضو ومستمرين ان الكافيين التدخين مزيد من الحلويات الحاجات دي كلها يفترض ممنوع الكافيين في الشاي القهوة نس كافيين بيبس الحاجات دي كوباية واحدة مش اكتر من كده محافظتك على الوزن وبنكرر ما ناكلش النفرين يا سعاد ناكل بس اللي احنا محتاجينه وفرق بكبير وقلنا بين سعرات ازاي ده على الفاضي واحدة بتاكل اندومي ومعبئة بطنها اندومي نشويات كاربوهايدرات ملهاش فايدة مش زي بسلة مش زي الحبوب الكاملة الرز الحبة الكاملة الامح البليلة الحاجات دي كلها حبة كاملة فمهمة هل بتحتاجي حديد في الشهر التاني برضو بنكرر في الشهر التاني او في الشهر الاول انت مش محتاجة حديد الا في حالات ان حضرتك مكمل كمكمل غذائيا الا في حالات فقر الدم وخلي بالك فقر الدم من احد الاسباب اللي بيخليك ملكيش نفس فلو انت ملكيش نفس احد برضو لازم تراجع ان انت هل عملت تحليل فحص الدم وطلع الانيميا عندك فيه انيميا ولا لا طيب انا مليش نفس اكل قلنا نحاول ان احنا ناخد حاجات قصيرة نظرية التنقيد في الحالة الفارغة اللي اتكلمنا عنها ايضا في الحالة اللي بتتكلم عن الشهر الاول تغذية الشهر الاول هنأكل بسيط وجبات بسيطة دايما ملو المعدة مع الغسيان بيدي نتيجة عكسية فالحل ان احنا نمشي جنبا الى جنب هتلاقي نايما الناس اللي حواليك يقولك كولي 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 خاصة لما تبقى حامل اول مرة وجوزك مش خايف عليك هو خايف على البيبي بتاعك ليه بقى السمي وجباتك حجم الطبق ده حجم البتاع وجبات صغيرة هنا حبة فراولاية هنا قطعة موز هنا خصايا وبعد شوية ممكن اكل شوية مكسرات بيضة مسلوقة بعد شوية ممكن اكل علبة زبادي او مثلا شفان باللبن زي المهلبية حاجات دي كلها تديكي على مدار اليوم ان انت ملية الحلة بنقطة نقطة فمهم جدا ان انت تهتمي بالتغذية واهم ما في هذا الشهر مع الشهر الاول هو حمض الفلك والاكلات تحتوي على حمض الفلك ومكمل الغذية اللي بيحتوي على حمض الفلك 400 ميكرو جرام وحدة يعني يوميا او لو كنت حمل في تواهم فالجرعة دي مضاعفة وبحذركم تحذير شديد اللهجة من الاكل الملوس من الادوية غير المصرح للحمل اخداء الا تحت اشراف طبيب حاول في فترة الحمل تبتعدي عن الادوية الا لما تستشير طبيبك طبعا الادوية في هذه التوقيت ممكن تودي في دهيا يمكن في الشهر الاول لو خدت دواء بالغلط مش هيحص على الحاجة الا في حالتين لو الدواء ده قصر هيبقى الحمل مش هيكمل لو الحمل يكمل يبقى خلاص الدواء مالوش تأثير انما دخلت الشهر التاني فما فوق اي دواء بتاخده ممكن يأثر على الجنين نزيت نفسه فخدي بالك ان اي دواء ما تاخدهوش في فترة الحمل الا لما تستشير الطبيب قبل اي حاجة بشكرك شكرا جزيلا ان شاء الله موعدنا باذن الله يتجدد في حلقات جاية ان شاء الله السلام عليكم شكرا جزيلا